شقيقة ملك تايلند مهفاجيرا لونكورن أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مدمار السياسة يوم الجمعة حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي تجرى يوم الرابع والعشرين من مارس آذار وذلك حسب ما كشفت أوراق تسجيل رسمية وترشح الأميرة أبول رتانا رجاكانيا سريفادهانا بارنافادي البالغة من العمر 67 عاما الشقيقة الكبرى للملك من شأنه أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأة عن السياسة وستترشح أبول رتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شينواترا وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات هو رئيس الوزراء برايتشان أوتشا قائد الجيش السابق الذي أعلن يوم الجمعة خوض الانتخابات